اهلا بكم من جديد اكد معالي وزير النفطة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة على مواصلة الجهود لتطوير قطاع الصناعات وتعزيز الموارد المساندة لها لافتا إلى أن إنشاء منظومة خليجية لربط شبكات الغاز الطبيعي يتضمن جدوى استراتيجية وسيعود بالفائدة على الجميع وأشار وزير النفط لدى افتتاحه المنتدى الإقليمي لربط شبكات الغاز الطبيعي إلى أن إنشاء شبكة الربط الخليجي للغاز الطبيعي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في هذا القطاع وقال الوزير إن سلطنة عمان بدأت في تطوير حقل الغاز العميق كما تلتها في ذلك المملكة العربية السعودية فيما يسمى بلجافورة في المنطقة الشرقية وكذلك نسعى في البحرين إلى تطوير هذه الموارد وأضاف معالي الوزير إلى أن المسيرة التنموية التي تشهدها الصناعة النفطية في المنطقة تشهد مواكبة مستمرة مع آخر المستجدات التكنولوجية وتطبيقاتها وأوضح الوزير أن الأسعار ستبقى بوجه عام مدعومة للصناعة نجحنا في دول مجلس التعاون في الربط الكهربائي واليوم في حديث عن ربط شبكة غاز لرفع كفاءة مصادر الغاز لدول الخليج طبعا البحرين أو في الهيئة الوطنية لنفط الغاز نعمل على زيادة مصادر الغاز للبحرين المصدر الرئيسي مثل ما تعرفون هو حق للبحرين اليوم الذي يوفر لنا مئة في المئة من احتياجاتنا للغاز إضافة إلى ذلك في تطوير الغاز العميق الذي تم اكتشافه منذ فترة نعمل السنة هذه أن نبدأ في برنامج التطوير رقم ثلاثة مرفع الغاز المسال الذي تم إنشاءه اليوم ومن المؤمل انتهاء منه مع نهاية السنة تنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة توصل وزارة الإسكان عملية السحب الإلكتروني على الوحدات السكنية بمشروع المدينة الشمالية باستقبالها دفعات جديدة من المواطنين المستفيدين حتى تنتهي من إجراءات أكثر من 2800 مواطن حتى نهاية الشهر الجاري وقالت الوزارة أنها حرصت قبيل البدء في عملية السحب على تقديم عرض مرئي يتضمن معلومات عن المدينة الشمالية والإجابة على استفسارات المواطنين المستفيدين بشكل مباشر مشيرة إلى أن مشروع المدينة الشمالية يعد أحد أضخم وأبرز المشاريع الإسكانية الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة وفقا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة والمنبثقة على التوجيهات الملكية السامية بإنشاء وتوزيع 40 ألف وحدة سكنية وأضافت أنها تستند في ثقتها على تنفيذ هذا الالتزام على الدعم الحكومي الذي تحظى به الوزارة حيث تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالمشاريع الإسكانية تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية فيما ثمن المواطنون المستفيدون أمر سمو ولي العهد بإدراج مشروع المدينة الشمالية في برنامج التوزيعات التي أمر بها سموه والذي أسهم بدوره في تلبية الطلبات الإسكانية متوجهين بالشكر إلى القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة على ما توليه من اهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لهم أشهدت الإدارة التنفيذية بشركة ألمنيوم البحرين برؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الاستثمار في قطاع الشباب البحريني الواعد من خلال برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية والذي مثل رؤية مهمة نحو تأكيد دور هذه الكوادر الشبابية العاملة في القطاع العام في المشاركة الفاعلة في فرص التطوير في هذا القطاع وذلك بالعمل على صقل إبداعاتها وتنمية الجوانب القيادية لديهم جاء ذلك لدى زيارة منتسبي برنامج نائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية لشركة ألبا وقد اطلع منتسبو البرنامج على مكانة شركة ألبا كواحدة من أكبر شركات إنتاج الألمنيوم العاملة وإسهامتها القيمة تجاه الاقتصاد الوطني والدور الحيوي الذي تتبوأه الشركة في صناعة الألمنيوم على المستوى الدولي وإسهامتها في دعم الاقتصاد الوطني كما قدم السيد علي البقالي نائب الرئيس التنفيذي للشركة شرحا حول برامج التطوير في الشركة والتي في مقدمتها مشروع توسعة الخط السادس إلى جانب برامج التطوير والتدريب للكوادر العاملة فيها وما توليه الشركة من اهتمام بالغ لمشاركة الطلبة والشباب الطموح بمعرفتها وخبرتها طوال السنوات والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية ومشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفلت البورصة بانخفاض نسبته 0.400% عند مستوى 1360 نقطة وذلك عائد لانخفاض قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 612 761 سهم بقيمة إجمالية جاوزت 144 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 27 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة ما نسبته 74% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة وننتقل الآن إلى أغلاقات الأسواق الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7775 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.300% أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6748 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 0.3% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4519 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.41% توقعت وكالة التصنيف الاعتماني موديز تعافي الإقراض المصرفي في السعودية حتى بعد زيادة نسبة القروض المتعثرة وذكرت الوكالة أنه من المتوقع زيادة محفظة القروض لدى البنوك السعودية بنسبة 4% مقارنة مع انخفاضها بـ 1% خلال العام الماضي وأضافت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي سيدفعان نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1.3% في 2018 مقارنة مع تراجع بنسبة 0.7% العام الماضي وكان متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية السايبر ارتفع على الودائع بالريال السعودي لمتوسط ثلاثة أشهر إلى 1.9% خلال شهر يناير الماضي مقابل 1.9% في شهر ديسمبر 2017 أظهرت أحدث التقارير الصادرة على مصرف الإمارات المركزي أن دولة الإمارات خفضت إنتاجها النفطي بنسبة 6% خلال الربع الأخير من العام الماضي في حين وصلت نسبة التخفيض في الربع الثالث 4% وجاء الخفض المسجل في إنتاج الإمارات من النفط خلال العام 2017 في خطوة تعكس التزام الدولة بالاتفاقية التي أقرتها منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بالتعاون مع كبار المنتجين المستقلين وجرى بموجبها خفض الإنتاج للمحافظة على توازن السوق وتشير توقعات مصرف الإمارات المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6% خلال العام 2018 مقارنة مع توقعات بنسبة 2.9% في العام 2017 أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكما بتغريم ناصر غانم عبدالله الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة بيئن الأعلامية مبلغ 400 مليون جنيه مصري ودانت المحكمة الخليفي في قضية احتكار بث بطولات مباريات كرة القدم على نحو يخلف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط وكشفت التحقيقات أن الخليف اشترط على عملاء الشركة ضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من القمر الصناعي المصري نايل سات إلى القمر الصناعي القطري سهيل سات لتمكينهم من التمتع بالباقات المشتركين عليها